صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب كل واحد وبلده هنطبق النهاردة مع بعض يوم جديد مع الصيام المتقطع سواء بنظام 8-16 او بنظام 6-18 واجبتنا النهاردة مشبعة جدا وسهلة كمان في التحضير والقيمة غزائية عالية هنعمل شوية افكار جميلة النهاردة هتفيدكم وهقول طبعا شوية من المعلومات اللي انتم متعودين عليها وايه التغييرات او التبديلات اللي تناسب كل فرض منكم كمان بقى شوية من المشروبات الجميلة اللي تساعدنا ان احنا نكمل في النظام بتاعنا هقولكم عن شوية معلومات مهمة فاكيد ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا معايا في القناة لابتتفرجوا عليها الاول مرة ويلا بينا مبدئيا كده هعمل مشروب يعني حلوة جدا كده ومنعش بمئننا في الصيف علشان نقدر ان احنا نشرب منه طول اليوم انا هستخدم الكركديه الكركديه مفيد جدا حلو جدا ومقوي للدم وكمان حلو للناس اللي عندها الانيميا انا هاخد كوبية كده هحط فيها شوية من الكركديه وانقعه ممكن تعملوه مغلي وبعدين تسيبوه ان هو يبرط شوية عادي جدا ما فيش مشكلة وبعد كده آآ ممكن تعملوه كمان من بالليل وتصحو الصبح هتبدأوا ان انتو تعملوه آآ ده طبعا بعد ما سيبته فترة يعني انا اول ما صحيته عملته طبعا اللون بيغمق كده والاوراق ديت بتنزل الفايدة كلها في المية وحبدأ ان انا بقى اعمل مشروب كده زي مشروب منعش ديتوكس كده اشرب منه طول اليوم وكمان في نفس الوقت ما بيكسرش الصيام وفي نفس الوقت كمان بيسد معانا الشهية شوية وطعمه لذيذ ومنعش في زيزة كده بتاعتنا نحط شوية من مكعبات التلج وبعدين هحط المشروب المركز بقى اللي احنا عملناه احنا عملناه مركز شوية وبعدين هبدأ اخففه بالمية وممكن تزوده كمان كمية المية ده لتر من المية ممكن تزوده لغاية لترين علشان تشربوا منهم آآ طول اليوم هتحسوا بانتعاش فظيع وفي نفس الوقت قيمة غذائية تستفيدوا منها انا ضفت عليها شرائح اللمون ودي اختيارية ولكن برضو شرائح اللمون دي هتدينا فيتامين سي علشان يعالي كمان معانا الحديد وفي نفس الوقت ما بتكسرش الصيام ولا اي حاجة انا طبعا متعودة على اللمون مع الصيام المتقطع ما بيكسرش من وجهة نظري ما بيكسرش الصيام المتقطع له عملناه كده شرائح وحطناه ونبدأ نشرب منها اول مثلا لما نصحى من النوم ما بين الوجبة الاولى والوجبة التانية طول اليوم لما نحس بالجوع حلوة جدا اصلا هتسد معاكم الشاهية ولونها طبعا زي ما انتو شايفين حاجة منعشة وفي نفس الوقت لازم تعرفوا ان فوائد الكركة دي حلوة جدا طبعا ان هي بتزبط الضغط بتزبط السكر وكمان حلوة جدا للناس اللي عندها الانيميا وطبعا احنا بنعمل المشروب ده بدون اضافة اي سكر ولا عسل ولا اي حاجة من الحاجات دي علشان ما يكسرش الصيام معانا حبدأ اليوم بتاعي الساعة تسعة صباحا انا هعمل فنجان من القهوة علشان انا متعودة على كده لو انتم عاوزين شاي اغضر بداله او شاي اسود او ممكن اي مشروبات من اللي بترفع الحر او حتى ممكن نعمل اه يعني قهوة مسلجة طبعا كل الحاجات دي بدون اه سكر يعني اي مشروب احنا بنفضله ممكن زنجبيل يعني اي مشروب احنا بنحب نشربه صباحا مفيش مشكلة مش لازم القهوة ممكن تبدلوها بالمشروب المفضل عندكم انا اخد القهوة علشان هتمرن فبترفع معايا من الحر بتسد الشهية شوية كمان بتدي بار وتركيز عالي جدا وليها فوايد حلوة جدا الوجبة الاولى بتاعتي هتكون الساعة 12 مساء طبعا يفضل ان احنا نأخرها قدر الامكان علشان نعود الفترة اللي هي بتاعة الصبح دي على قد ما نقدر نحرق في الدهون انا هستخدم اتنين من الطوست الاصمر ولكن هحمصه كده علشان يديني ناكا حلوة يعني هحطه كده فترة زي ما هو وابدأ ان انا احمصه ممكن احمصه في الفرن ممكن في المايكروفيف باي طريقة بس احلى طريقة فيهم في الطعم هي الطريقة اللي انا بعملها دي وحستخدم بقى اه حوالي خمسة جرام من الزبدة وهضيف عليهم اتنين من البيض ممكن نعمل البيض مسلوق ممكن نبدل البيض بالجبنة القريش او بالجبنة البيتة قليلة الملح يعني برضو ممكن نغير نوع البروتين بالنسبة للناس اللي ما بتحبش البيض ولكن البيض افضل انواع البروتين من جودة البروتين وكمان بيحسس بالشبع فترة طويلة جدا وتقريبا بيكون في كل الفيتامينات والمغزيات اللي الجسم محتاجها طبعا معده فيتامين سي فهو يعني يعتبر آآ عنصر غذائي متكامل آآ انصحكم بيه طبعا حلو جدا لمريد السكر لو انا مريد السكر ممكن اعمله مسلوق او حتى لو انا عملته بالطريقة ديات مفيش منها اي ضرر ممتازة جدا انا هستخدم اتنين من التوست لو عايوزين تستخدمو واحد من التوست حلو جدا لو انا بعمل له كرب وممكن هستغنى عن الاتنين توست انا هحط عليهم فلفل الوان ممكن انتو تحطوا خضار ممكن تحطوا بقدونس تحطوا جرجير ممكن تحطوا خيار اي نوع خضار انتم بتحبوا ممكن كمان افوكادو اي نوع خضار وكمان هزول عليهم خمس حبات من الزتون وحستخدم معاهم نصطفاحة علشان انا بعمل الصيام وتقطع فانا مش ليه ان انا وقت الصيام اكل فاكهة فعلشان كده انا هضيف الفاكهة مع الوجبة الاولى علشان برضو يعني تبقى وجبة متكملة آآ في ناس طبعا ما بتحبش الفاكهة مع الوجبة علشان خاطر موضوع الهضم طبعا ده يعني طبعا بيكون صحيح شوية ولكن برضو لان انا بقى الصيام متقطع فمش ما فيش مشكلة ان انا ااخد الفاكهة بتاعتي مع الوجبة ممكن اغير التفاحة بكيوي ممكن اغيرها بجوافة كميترة خوخ آآ كمان برتقان كل دي تفاكهة مسموحة جميلة جدا مع الصيام المتقطع مفيش منها اي ضرر يعني احنا لو بنعمل صيام متقطع بنبعد بقى شوية عن المنجا والموز كمان بنبعد عن البطيخ اللي هو الاحمر يعني كمان عن التين وعن البلح الحاجات اللي فيها آآ نسبة آآ سكر عالية كمان ممكن ابدل التوست بالعيش الخبز البلدي العادي الاصمر العادي حتى لو انا مريضة سكر مفيش مشكلة ان انا اكون نسبة نشويات معقدة علشان على الاقل تخلي نسبة السكر سابتة والمعقد ما بترفعش نسبة السكر زي النشويات البسيطة وفي نفس الوقت نسبة النشويات ديت يعني تحسسنا شوية ان احنا يعني موضوع الجوع اللي مرضى السكر بيحسوا بيه معا آآ لما بيجوا يقطعوا النشويات فالافضل ان احنا لو انا مريض السكر ان انا اقل الكمية النشويات واخدها معقدة هاجي بقى في الفترة اللي هي بتكون ما بين الوجبة الاولى والوجبة التانية اللي هما الوجبتين الرئاسيتين الوقت ده سواء ست ساعات او تمن ساعات اقدر اعمل في ايه اقدر اشرب مشروبات اشرب مايا كتير ممكن اشرب سموزي الخضار ممكن اكل طبق صلطة خضرة ممكن اكل صمرة آآ فجهة آآ ممكن لو انا بتمرن اكل مسلا الاتنين بيضة مسلوقة او ممكن علبة تونة فالوقت دوت انا هسيبه مفتوح ليكم على حسب انتم بتطبقوا يعني لو انا بتطبق تمن ساعات فالافضل ليه ان انا اخد وجبة كمان ولكن بتكون وجبة خفيفة سنيك خفيف خضار حاجات خفيفة ما باخدش وجبة رئيسية طبعا الفترة دي ممكن ان انتم تتمرنوا فيها لانها بتكون فترة طويلة فالتمرين برضو هيسد معانا الشهية شوية ممكن اخد مشروبات دافية هياخد بقى الوجبة بتاعتي الرئيسية التانية هتكون الساعة ستة لو انا بطبق طبعا آآ نظام آآ ستة توننتاشر الوجبة ممكن احضرها بس قبلها بنص ساعة كافية جدا انا هستخدم صدور الدجاج انا استخدمت ربعمية جرام علشان هعمل وجبتين ضيفت بقى ملح الهيمالايا وبابريكا في الفلاسود رشة من الزعتر ورشة من البقدونس المجفف ورشة من كمان الكوركم وهتبل آآ الفراغ بتاعتي وهبدأ استخدمها على طول عادي هبدأ رشة من زيت الزيتون بمقدار معلقة من زيت الزيتون وحبدأ انزل بالفراغ بتاعتي هديها على كل وش حوالي خمس دقايق وبعدين هبدأ ان انا اسويها على نار هدية هحط لها صوس لمون كده علشان يديني طعم حلو ده هيكون اختياري ولكن بدي ناكها وطعم حلو جدا وبيخلي بعد كده الفراغ ان هي تكون طرية من جوة وحبدأ بقى على نار هدية لمدة مسلا عشر دقايق او خمستاشر دقيقة ابدأ يعني ان انا اضيف آآ مية كده بالتدريج وابدأ ان انا اشوفها لغاية لما تستوي معايا ما بتاخدش وقت خالص يعني عشر دقايق بالكتير قوي قوي خمستاشر دقيقة تبدأ ان هي تكون الفراغ جاهزة معايا ومستوية ولكن كل شوية براعيها وبيضفلها شوية من المية زي نظام اللمون كده بضفلها شوية من المية لغاية لما تبقى بالمنظر اللي معانا دوت ونبدأ نستخدمها في الوجبة على طول زي ما انتو شفتوا آآ سريعة جدا في التحضير خاصة لو انا بشتغل فممكن ان انا اعملها وجهزها وحطها في التلاجة وابدأ زي يعني ساعة واجبة الالتغادة مسلا او الوجبة التانية ابدأ ان انا استخدمها على طول انا هقطعها زي كده شرائح وحاجيب طبق من الخضار المشكل بتاعي او طبق من السلطة المشكلة بتاعتي زي ما انا عاوزة انا استخدمت جرجير وتماطم فقط انتو عاوزين اي نوع ممكن تزاوده خيار وخاصه بقدونس وكرفس ممكن كمان يعني اي نوع خضار انتو بتحبوه انا اكتفيت بشوية الخضار الحلو ده ده كان عبارة عن خاص وتماطم وضفت معاه آآ شريحة آآ الدجاج آآ ده عبارة عن متين جرام من الدجاج ده هيكون وجبة كافية جدا لفرد وآآ تاني حاجة ان انا حبيت ان الوجبة التانية تكون ما فيهاش اي نوع من النشويات يعني تكون وجبة لو كرب خالص آآ او يعني كمان هي تعتبر وجبة آآ زي الكيتو فلو انا بعمل صيام متقطع وعاوزة اخس بسرعة يفضل ان انا اعمل الصيام المتقطع مع اللو كرب في الوجبتين او اخلي وجبة فيها نسبة من النشويات ووجبة تكون آآ ما فيهاش نشويات خالص زي ما احنا عملنا اليوم بتاعنا النهاردة ممكن نخلي الوجبة الاولى هي ما تكونش فيها نشويات. وده انا برشح حولكم. يعني الافضل نخلي الوجبة الاولى ما فيهاش نشويات. والوجبة التانية يكون فيها نسبة من النشويات. لكن لو عملناها بالطريقة دي برضو ما فيش مشكلة. في بقى فكرة لو انا مسلا بشتغل فممكن ان انا اعملها عادي واحضرها. وابدأ ان انا اخدها في البوكس بتاعي اخدها في الشغل علشان يسهل معايا. ممكن اصلا اعمل الوجبة دي لمدة مسلا يومين تلاتة. يعني انا اعمل الكمية وحطهم في تلاتة او اربعة وبوكسات. وابدأ ان انا استخدمهم. بيعودوا في التلاجة. الطعم بيفضل زي ما هو ما بيتغيرش. يعني ممكن لمدة تلاتة او اربعة تيام احضر وجباتي بالشكل ده. وهيوفر علي الوقت وانكها بتاعتها تفضل زي ما هي. وكمان الوجبات اللي بتكون متحضرة كده قدامي بتساعدني ان انا اكمل في النظام اللي انا ماشية عليه. بعد الوجبة التانية حبيت ان انا اخد فنجان من الشاي الاخدر علشان يساعد شوية في الهضم وحلوة جدا وبيرفع للحرق ويعني ليه فواية كتيرة جدا ممكن اخدها كمان بعد وجبة الفطار يعني ممكن اخد اتنين كوب من الشاي الاخدر خلال اليوم مش اكتر من كده يعني من كوباية الكوبايتين انا ضفت عليها شريحة من الجنزبيل او الزنجبيل ودي اختيارية ممكن استخدم البودر واستخدمت شريحة من اللمون الحاجات دي جميلة جدا يعني بتدي ناكها للشاي الاخدر عشان طعمه للناس اللي لما بتحبوش وي لازم ان انا اغطيها شوية علشان زيوت الطيورة اللي بتكون موجودة في الجنزبيل استفيد بكل العناصر الموجودة في المحتويات اللي في الكوباية وبعد كده ابدأ ان انا اشربه عادي غير كمان الهضم ان هو بيسد الشهية الفترة حلوة اي حاجة بتكون دافية او يعني سخنة بتسد الشهية الفترة حلوة قبل بقى النوم او مثلا الساعة تسعة يعني في الفترة اللي هي بقى بتكون ما بين الوجبة التانية لغاية فترة النوم ده طبعا بيكون خلاص بدأنا الصيام من الوجبة التانية فنبدأ برضو نشرب مشروبات انا رشح لكم مشروب النعناع لانه حلو جدا بيقلل من التوتر بيقلل من القلق وده بيعمل معنا ان احنا بنرفع الحرق الاسرع لما يعني بيكون الجو هادي وما فيش توطر ما فيش القلق ده بيساعدنا كمان ان الحرق بتاعنا يكون افضل آآ تاني حاجة ان هو بيساعدنا على النوم باسترخاء وده طبعا عارفين ان النوم مهم جدا علشان نقدر ان احنا ننزل وزننا بسرعة اتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة فاكيد ما تنسوش اللايك واتمنى ان انتوا تشاهدوا الحلقة مع صحابكم اللي بيعملوا الصيوم المتقطع علشان يستفيدوا معاكم لو ليكم اي سؤال سوئبهولي في الكومنتات في حفظ الله اشتركوا في القناة